اشتركوا في القناة العاشر السلطعون الياباني العملاق يعتبر احد اكبر مفصليات الارجل في العالم حيث يصل طوله حتى اربعة امتار ويصل وزنه احيانا حتى عشرين كيلو جرام ويعيش لاكثر من مئة عام وموطنه الاصلي في اعماق المحيط الهادي والساحل الجنوبي لليابان ويعيش تحت عمق ثمانمائة متر اسفل المياه وقد تصل طول اطرافه المترين وتعتبر اطرافه الحد اقوى من فكي التمساح التاسع سمكة القمر يبلغ طولها اكثر من ثلاثة امتار وتعتبر اثقل الاسماك العظمية وزنا بالعالم حيث يصل وزنها حوالي الف كيلو جرام وتقطن المحيطات الاستوائية حول العالم وغذاؤها الرئيسي هي العوالق البحرية وتبلغ سرعة تلك الاسماك حوالي ست وعشرين كيلو متر بالساعة وتعيش تحت عمق ستمائة متر اسفل المياه وعلى الرغم من انها لا تمثل خطرا على البشر الا انها احيانا ما تصطدم بالسفن فتسبب بها اعطال الثامنة قنديل عرف الاسد هو القنديل البحري الاضخم في الوجود ويتواجد بشكل رئيسي في المحيط المتجمد الشمالي والمحيط الاطلسي وقد تم العثور على احد تلك الفصيلة وكان طول قطرها حوالي مترين بينما يبلغ طول الاذرع حوالي ست وثلاثين مترا وعلى الرغم ان سمها يسبب شللا لفرائسها التي تتغدى عليها الا انها لا تمثل خطرا على حياة البشر السابع فقمة الفيل الجنوبية وتتميز دائما باسلوبها العنيف ويبلغ طوله حوالي اربع امتار وتزين اكثر من اربعة الاف كيلو جرام ويعتبر نسق الكرة الجنوبي موطنها الاصلية حيث تقطن الشواطئ والمناطق المغطات بالثلج وتقضي معظم اوقاتها في المياه وتستطيع الرغض بسرعة كبيرة وقادرة على الغطس حتى عمق الف متر اسفل المياه السادسة مالك الارنكات العملاقة تعتبر من اطول الاسماك العظمية في العالم وتتميز بشكلها الشبيه بالحزام وبزعان فيها الحمراء اللون وقد يصل طولها حتى 11 مترا وتتواجد بجميع محيطات العالم على امق الف متر وتعتبر غير ضارة اطلاقا على البشر ويمكن رؤيتها احيانا على الشواطئ الخامسة اخطبوط المحيط الهادئ العملاقة يعد اضخم اخطبوط في العالم ويمكن ان يصل طوله حتى 9 مترات ويعد من اذكى الحيوانات على الارض حيث انه قادر على الخروج من اي متاهة مصنوعة من قبل البشر ويعيش هذا النوع بالمحيط الهادئ على امق الفين متر اسفل المياه ويتحرك بسرعة 40 كم في الساعة الرابع الحبار العملاق قد يصل طول الحبار العملاق حوالي 14 مترا ويتواجد بجميع المحيطات على عمق الف متر ويبلغ كل هذا الطول بفضل اطرافه الطويلة المنتهية بمصاصات والتي يستخدمها في القوض على ثريسته وعصرها ويمتلك اضخم عين في مملكة الحيوانات حيث يصل قطرها حتى الـ 25 سنتيمترا لكن هذا النوع نادر الظهور الثالثة سمكة شيطان البحر المحيطي الضخم تعد من اضخم اسماك الراي في العالم وتقطن المناطق الاستوائية بالمحيط الهندي والهادئ والاطلسي وقد يصل طولها حتى 9 امتار ويبلغ وزنها حوالي 1000 كيلو جرام ودائما ما تتحرك بشكل بطيء وتتميز بقفزاتها القوية خارج المياه وتتغذى على العوالق البحرية وعلى عكس انواع الرأي الاخرى فهي غير سم الثانية سمكة القرش الحوتي يضخم سمكة في العالم وقد يبلغ طولها حتى 12 مترا وتقطن مياه البحار والمحيطات الدافئة بالخرب من المناطق الاستوائية وتتواجد على عمق 700 متر وتتغذى على العوالق البحرية التي تحصل عليها من خلال صحب كمية كبيرة من المياه وتتواجد اسماك القرش الحوتي بشكل كبير في الفلبين ولا تمثل خطرا على حياة البشر الاولى الحوت الازرق هو اضخم كائن حي على هذا الكوكب ويتواجد في جميع المحيطات على عمق 500 متر اسفل المياه وقد يبلغ طوله اكثر من 25 مترا ويزن اكثر من 100 طن وتعتبر اسماك الكريل غداءه المفضل حيث يستهلك اكثر من 4 اطنان من اسماك الكريل يوميا ويسير بسرعة 50 كم في الساعة ويصدر اسوات قوية يمكن سماعها من مسافة 1500 كم اذا اعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر العجاب وتفعيل علامة الجرس ليصلكم كل جديد شكرا لكم والى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة